انت شايف الفرق بين النادي الاهلي دلوقتي ايه والفرقة التانية ايه النادي الاهلي منظومة منظومة بيمشي عليها ما بيغيرهاش ولي بيطلع بره منظومة ده بيبقى بره ويريت يا كابتن ان النادي الاهلي يحول على الان ده بيقدر ان جماهيره تحضر وحنا ده اللي احنا عايزينه ده يا كابتن ده تلق يعني تمال نص الفرقة جماهير النادي الاهلي الجمهور هو العمل الكيام حضرنا وشوفنا الجمهور هو اللي عمل الكيام وبيعمل لعيبة وبيشجع اللعيبة وليك شفت في كاس العالم فلندية لما النادل لعي اللعب شفت الجمهور المغربية عميزاي وقود ده زي الفنان اللي بيطلع بيروح على المسرح بيطلع مفيش جمهور مين هيقدر شوره اما عندما بتشوف بيبقى نازل الاستاد مفيش عشر تنفار ولا عشرين تلاتين الفين مش هيأثر في الاستاد فتلاقي اللعيب غزبا عنه هتلاقي نازل بعد ما كان هتلاقي عمل كده احنا ما كنا بنقعد في القوضة ونزمع التشجيع احنا قبل ما بنزل نسخن قبل ما تشوف الجماهير بتعمل ايه الناس بتحييك وانت داخل بتلاقي نفسك ناشط وحتى لو تعبان شوية بتروح فايق وخلاص طب ايه اللي مطلوب من اللعبين دلوقتي بص يا كابتال المطلوب من اللعيب الالتزام النوم بدري الصحيان بدري الاهتمام بالاكل اهتمام بنفسه زي ما انت حراك قلت دلوقتي يا كابتال مش قلت كنت بتشتغل بعد التمرين من غير ما اي مدرب انا بشوف دلوقتي اللعيبة يا كابتن اول ما يخلص ياخد العربية شكرا ساموا عليكم ما بيعودوش في النادي حتى زي زمان ما كنا بنقعد طبعا مش كنتوا بتجمعونا اللعيبة الكبيرة كانت بتجمعنا نقعد في الجنينة نفضل قاعدين مع بعض هو ده تكلل الكلام